كان أكثر من مليوني حاج قد أدوا ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات كما أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا وامتلأت جنبات المسجد ذو المساحة الشاسعة التي تقدر بمئة وعشرة آلاف متر مربع كما امتلأت الساحات المحيطة به بالحجيشة يوم التاسع من ذي الحجة هو خير يوم طلعت عليه الشمس تتجلى أروع طوره الإيمانية على صعيد عرفات بعد توافد الحجاج إلى هذا المشعر الطهر ملبين متضرعين لخالقهم عز وجل ويرجون رحمته فبعد تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات منذ فجر يوم التاسع من ذي الحجة يقف ضيوف الرحمن لأداء ركن الحج الأعظم وآداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل نفرتهم إلى مشعر مزدرفة بعد مغيب الشمس وعرفات هو عبارة عن سهل منبسط يبعد عشر كيلومترات عن ميناء وستة كيلومترات عن مزدرفة يتوسطه تقريبا جبل عرفات أو جبل الرحمة الذي يصل ارتفاعه إلى ثلاثمائة متر كما يميز مشعر عرفات مسجد نميرا وهو مكان لجبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة وخطب خطبته الشهيرة وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدرفة وقد وفرت الجهات المعنية بالحج كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير آداء نسكهم في يسر وسهولة